عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة رواه مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليها ومعنى الحديث أي أعمال الإسلام أفضل عن أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم أطعموني وَجِنَّكُمْ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخِيَطِ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرِ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يرومنا إلا نفسه رواه مسلم